احتفالاً بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي يواصل البرنامج الأردني لسرطان الثدي حملاته في المحافظات تحت شعار تصورته وذلك بهدف الكشف المبكر عن المرض ومكافحته بمكافحة سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر عنه ودور ذلك في العلاج انطلقت في عدد من المحافظات حملات توعوية في هذا الإطار منها حملة في جامعة العلوم والتكنولوجيا تهدف هذه الحملة إلى نشر الوعي بخصوص التشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي مرض سرطان الثدي يعتبر من أكثر من نوع السرطانات شيوعاً عند النساء والكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان لا يساعد فقط في الشفاء ولكنه أيضاً يحسن نوعية حياة المرأة المصابة تضمنت هذه الحملة مراثون صحي توعي داخل حرم الجامعة النمو التكنولوجيا وقمنا بعدها بوضع عدد من الطاولات التعريفية شارك فيها طلبة الطب البشري في كل الطب البشري بتوعية وتثقيف المجتمع المحلي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مادبة والطفيلة توجه البرنامج الأردني بحملاته لتوعية المجتمع المحلي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي اليوم عملنا جلسة توعوية لسيدات في مركز زوار مادبة عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وركزنا لعنوان حملتنا اللي هو بعنوان صورتي عشان نأكد على أهمية عمل الفحص المامو جرام للسيدات الفويل الأربعين تم تخصيص فحوصات مجانية للسيدات غير المنتفعات للحد بانتشارها المرض احنا كبرنامج خصوصا احنا مناطق خارج عمان خارج العاصمة هدفنا تسهيل وتشبيك السيدات من مرضى السرطان مع الجهات الصحية المعنية لتلقي العلاج بكل سهولة ويسر مواطنات في مادبة والطفيلة ثمنا هذه الحملات وأشدنا بدورها في التوعية والعلاج عندما يكون المرض في مراحله الأولى أنا من السيدات اللي عملت صورتي المامو جرام واستدعوني مركز الحسين لإعادة الفحصات وتبين أني عندي كانسر في داخل قنوات الحليب وهو يعتبر من المراحل الصفرية الفايدة أو البينفيتس اللي أنا أخدته اختصار الوقت أنا فقط احتجت لجراحة ما احتجت لا لكيماوي ولا احتجت لأشعة ولا حتى علاج هرموني أو بيوج أو أي نوع التحيديات اللي بتواجهنا إحنا كمرضى سرطان هي بعد المراكز الطبية المسؤولة عن العلاج عن مركز المحافظة حتى بنروح على عمال عشان نتلقى الجرعات أو نعمل تحاليل أو نحصل علاجاتنا الشهرية كمان بس الأمور الحمد لله طيب يكون في هسع توعي في شهر تشرين الأول الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثد ينعكس نشر الواعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثد إيجابا ويحمي النساء على وجه الخصوص من تداعيات هذا المرض في حال اكتشافه في مراحله المتأخرة